يقول عندي جار ساكن معاي أو بجواري في الغرفة جاري يقول يشرب الخمر والعاذ بالله ويصلي الحمد لله يقول لما أنكر عليه يقول الصحابة كان يشربنا الخمر أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك و جزاك الله خير على حرصك على أخوانك وهذا شيء طيب و شعور جميل و نبيل أن المسلم يهتم لأخوانه و إذا شاف الإنسان على خطأ يقول اتق الله و يخاف عليه و يأتي برحمة و بلطفه و لين لأن الله تعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك الداعية دائما المسلم رحيم ما يأتي بفوقية و سلطوية و فرعونية أو تسلط على الناس لا يأتي برحمة النبي عليه الصلاة و السلام امتنى الله عز وجل على هذه الأمة بهذا النبي حتى أن الله امتدح بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم حرص عجيب من النبي على هداية الناس فيأتيهم بالدين و الرفق و اللطف و الرحمة و العفو أيضا يعفو و يصفح فهذا شيء جميل بارك الله فيك و هذا يعني عمل تكسب من وراء أجر فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الأمر الثاني بارك الله فيك هذا الأخ واضح أنه عنده أصر الخير و لله الحمد فما دام أنه يصلي إن شاء الله سيترك الخمر عن قريب أبدا أبشر وتبشرنا إن شاء الله دائما الإنسان اللي عنده أصر الخير و واضح أنه تربي تربية طيبة خاصة على الصلاة لأن الله تعالى يقول إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء و المنكر كثير من الناس ربوهم آباؤهم أمهاتهم على الصلاة و التدين ثم جاءت فترة مراهقة فترة يعني انحرفوا يسيرا ما يلبثون إلا أن يعودوا إلى الطريق المستقيم و الصراطي القويم و هذه عظمة و هذه يدل على فضل التربية المبكرة التربية المبكرة تبقى أساس أساس مهما انحرف الإنسان سيعود إليها بإذن الله جل وعلا الأمر الآخر وهو مضحك صحيح يقول إن الصحابة صحيح هو كلمة حق لكن يراد منها باطل الصحابة بعضهم كان يشرب الخمر معلوم حتى حمزة رضي الله عنه كما في البخاري لكن هذا متى قبل تحريم الخمر قبل تحريم الخمر كان تعرف الخمر تقول عائشة لو قيل للناس انتهوا عن الخمر ما انتهوا لأنه فجأة يأتي هو يسري بدمائهم طوال حياة ما يشربون الخمر لكن لطف الله بعباده الله رحيم بعباده الله رحيم بعباده جل وعلا يعني جاءت النصوص متدرجة أول شي جاء بيان أن الخمر فيها كذا وقبح وكذا ثم بعد ذلك جاءت قضية تضييق شرب الخمر يعني ما يشربونها إلا بعد صلاة العشاء أو قبل صلاة الظهر ثم تضيق المسألة ثم بعد ذلك جاء التدرج حتى جاء فهل أنتم منتهون قالوا ربنا انتهينا قالوا ربنا انتهينا ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك صاحبك وجارك قل له بارك الله فيك هذا كان قبل التحريم من الصحابة من شرب الخمر قبل التحريم لما جاءت كما في حديث أنس في الصحيحين أرسل أنس منادي يقول كنت ساقي القوم أنس كان صغير يقول كنت ساقي القوم فسمعنا منادي أن الله حرم الخمر الناس الأكواب بأيديهم أكفأوها وشقوا دنان الخمر يعني البراميل هذه البراميل يقول حتى سالة شوارع المدينة مثل أودية بالخمر كل واحد بدأ يشق البراميل والدنان هذه وتركوها لله عز وجل ما قالوا يا رسول الله هذا اللي سمعناه صحيح ولا لا أبدا مجرد شخص واحد أحد جاءوا أخبرهم بأن رسول يخبرهم بأن الله حرم الخمر قالوا ربنا انتهينا هذا التسليم لله ما قالوا أصبروا شوي سنكمل هذا الكاس وبعدين نسأل الرسول ولا إن شاء الله بكرة ولا شرايكم بعد كذا ما فيه تسليم لله لأنهم صدقوا الله وصدقوا نبيه الإدمان على الخمر هذا ما جعلهم أبدا يتلجلجون ولا يترددون ولا أبدا قالوا سمعا وطاعا لله ولرسول فأخبر صاحبك بارك الله فيك أن الإجماع منعقد على حرمة الخمر وأن استدلال هذا استدلال لا ينفع عند الله عز وجل يقول أن الصحابة كانوا يشربون هذا قبل تحريم الخمر مثل النساء كنا يتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كانوا إلى يجم وهاجر المدينة هم يتبرجنا لما جاء الحجاب فرض خلاص انتهت قضية التبرج هذه كذلك الخمر لما جاء وصل يظن في السنة الرابعة أظن جاء التحريم أظن خلاص انتهى انتهى الشرب الخمر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم